ده اوعى تمال من الاجتهاد مهما حدث ووعى تمال من أن تسير وتسعى مهما حدث ركز كده في القرآن الكريم ربنا بيقول للسيدة مريم في القرآن وهزي إليك بجذء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ركز معايا الله بقدراته وبعلمه يعلم أن الرجل القوي الشديد لا يقوى على هز جذع النخلة مش كده أقول ليه فكيف بامرأة ولدت للتو واللحظة اعقلوا الكلام يا جماعة ربنا عارف أن الراجل الشديد القوي بتاع كمال الأجسام ما يدرش فإزاي الحال في امرأة لسه ولدة حالا في أشد حالات ضعفها ومع ذلك أمرها الله أن تأخذها بالأسباب وأن تسعى مع أن هذه الأسباب ربما لا تنفع ولا تضر ولكن أراد الله أن يعلمها أن تستجيب للأمر فالذي رزقها وعليك الرزق لأنك أخذت بالأسباب مع علمك وإدراكك بأن السبب لا ينفع ولا يضر ومع ثقتك بأن الرازق هو الله